تحولت إيفانكا ترامب إلى صاحبة سلطة كبيرة في إدارة الرئيس ترامب قبلت مؤخراً بأن تحمل لقب مساعدة الرئيس لكنها أصرت على تخليها عن الراتب الشهري هي أصلاً مرأة أعمال ناجحة مقربة جداً من والدها وليست المرة الأولى في تاريخ العائلات الرئاسية الأمريكية من العائلات السياسية في التاريخ الحديث أي التي يشارك عدد من أفراد العائلة في السياسة آل بوش وآل كلينتون كما أن هيلاري كلينتون كانت السيدة الأولى وسيناتر لولاية نيويورك في الوقت نفسه في يناير 2001 أما تشيلسي الإبنة فتسلمت مركزاً إدارياً في مؤسسة أهلها الخيرية ولا تزال حتى اليوم كلما تسلمت جائزة تقديراً لأعمالها تلقى الانتقادات على اعتبار أنها تتلقاها لأنها ابنة آل كلينتون في خمسينيات القرن الماضي لعبت جون أيزنهاور عدة أدوار في إدارة والده كان مساعد كبير الموظفين في البيت الأبيض وفي الإدارات العسكرية ومستشاراً لوزير الدفاع في أواخر ثلاثينيات وأوائل أربعينيات القرن الماضي كانت جيمس روزفلت مستشاراً وكبير موظفي البيت الأبيض ثم عملت ابنة روزفلت مستشارة لوالدها إضافة إلى تحملها مسؤوليات السيدة الأولى والحال ينطبق على عائلات رؤساء في العالم في روسيا دعم ليكاتيرينا مستشارة لوالدها الرئيس بوتين في تركيا سمية إردوان الإبنة المفضلة لرجب طيب تعمل مستشارة لوالدها منذ أن كان رئيساً لحزب العدالة والتنمية ماريالا ابنة رئيس كوبا هي نائبة في البرلمان في تاجكستان أزودا رحمون بدأت حياتها العملية في القطاع الدبلوماسي تسلمت في 2009 منصباً نائبة وزير الخارجية في 2016 عينها والدها رئيسة لإدارته واحتلت مقاداً في مجلس الشيوخ ماذا تتوقع أن تشتغل ابنة رئيس البلاد؟